السلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم وعمدين ان شاء الله تكونوا بألف خير النهاردة في كورس المحادسة الإيطالي هنتكلم عن الإجابة لسؤال بنسأله لبعض كل يوم وهو هتعمل ايه النهاردة؟ او بتعمل ايه النهاردة؟ الدرس النهاردة ان شاء الله هيكون خفيف جدا على القلب ومسلي جدا هيبقى كله بس راكي طيب هقول لكم انا بعمل ايه يومي وبعد كده هنتكلم مع بعض في الشرح طيب اول حاجة قبل ما اقول لكم انا بعمل ايه يومي في شوية افعال هنتعلم نستخدمها في درس النهاردة ومن خلالها هنبتدي ان احنا نوظفها علشان نقول احنا بنعمل ايه في يومنا وهي مش بتخلى الافعال دي من حياتنا اليومية اول فعل هو يعني يستيقظ وبعد كده انداري سواء بانداري الليتو يعني انت بتروح تنام ولا انداري الافراري بتروح الشغل او انداري اه فكده الفعل انت رايح تعمل كذا او ذهب الى فاري لاسفيزة يعني بيتسوق وكمان كوشيناري يعني يطبخ فاري سبورت يعني بيلعب سبورت ترناري اكازا راجع البيت لافاري بياتي يعني بيخت الاطباء ستودياري يعني بيذكر وشيري كل ياميشي يعني بيخرج ما تحبو انتو كمان لازم تستخدموا الافعال دي وتحكونا يومكم انا عن نفسي هحكلكم يومي لما حد يقولي انجلة ما كوزا فايوجي بتعمل ايه النهاردة هقولو كنوع من انواع ايامي العادية خارج رامطان اكيد يعني الايام العادية اللى ماتينة ميالسو الى 10 poi vado a pregare poi faccio la colazione poi vado a lavorare dopo la voro vado al ristorante كل ياميشي per far la cina الفين vado a casa mia e dormo انا بصحى الساعة 10 صباحا بعد كده بروح اصلي بعد كده بروح شغلي وبعمل الفطار او بكي بروح شغلي بعد كده بعد الشغل انا بروح المطعم مع صحابي علشان اتعشى وبعد كده بروح بيتنا بس كده انتو بقى احكولي بتعملوا ايه في يومكم شوفوا الصور دي اكيد هتساعدكم ومن خلالها هتعرفوا الناس دي بتقضي يومها ازاي وكمان انا بس انا هتكلم عن نفسي يعني كاني انا اللي بقضي اليوم مش الناس تمام كده فهفتح الصور معاكم ومن خلال الصور ركزوا فيها كده انتو شايفينها دلوقتي ركزوا فيها كويس قوي وشوفوا الناس دي بتعمل ايه في يومها وانا هشرح على السن انا الناس تمام كده يلا بينا هاسبلوكو شوية علشان تركزوا وبعد كده انا هتكلم عايت اظن ان انتو كده تمام طيب ايه في اول صورة ستوديو كون لياميتي بوي جواردو لا تيفو بوي كامتو ماشي؟ اول صورة لها بتاعت الاصدقاء اللي هما في الفصل وبعد كده بتفرج على التلفزيون وبعد كده احب يغني تقريبا في التياترو بس كده هاسبلوكم انتو كمان صور ثلاث صور من خلالها تقولولي في التعليقات او في الكامنت انتو بتقضوا يومكم ازاي اوصفوا لي الثلاث صور على اساس ان هو انكم تمام كده بس كده ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وذاكروا الدرس ده كويس مع الافعال اللي خلناها ووظفوها كويس جدا 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 علشان هيفككم ان شاء الله في حياتكم العملية وهيحسن عندكم اللغة متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب للشانل وتفعلوا الجرس علشان يوصم الفيديو الاكبر عدد من الناس ونكبر الاسرة بتاعتنا وكلنا نتكلم كويس وما تنسوش كمان ان انتم تشوفوا فيه انا عملت كده درس اه او هو بلاك مش درس اه هو بلاك تمام كده البلاك دوان من خلاله انا بشرح انا بقضي يومي ازاي بس هو كان يوم مختلف شوية لان هو كان ايام الحجر ربنا يحفينا يعني الكورونا فيروس والكلام ده فكان ايام الحجر كنت بقولكم بقضي يومي ازاي من اول مبصحة لحد ما نام اكلي وشوربي والكولاسيوني والشينا والبرانسو والكمبيوتر والستوديو كله تقريبا مذاكرة وكل حاجة في الدنيا فالفيديو هو قدام يعنيكم اتفرجوا عليه كويس جدا شوفوا انا بقضي اليوم ازاي من اول يعني زاي ما بقولوا في دقاقات زيتا تمام كده ذكروا كويس جدا جدا وكمان قولوا لي انا بعمل ايه في الكامتس يعني اوصفوا لي اليوم ده انا بقضي ازاي علشان هيفتكم ان انتو تحسنوا اللغة والنطق والبراكتس عندكم جدا لو عجبكم شغل الرسمية اللي في الفيديو فحب اقول لكم انه سهل جدا انكم تتعلموش في الفيديو ده للمهندس محمد الشامي وتتعلمو تعملو الشغل ده باسهل الطرق لو عندكم محتوى عايزين تقدموه او حتى للكلية في بريزينتيشن اعملو اشتراك في قناته وهسبها لكم في الوصف حقيقي بيقدم محتوى حلو جدا وشوفوا الفيديو ده بيشرح فيه بالتفصيل انا بستخدم البرنامج ده ازاي علشان اعملوكم الرسومات الحلوة جدا اللي بتفتح نفسكم على المذكرة ويقتعليم بطريقة غير مباشرة بس كده استنوني فيديو هاك جاي سيب لكم لينك قناته في الديسكريبشن بوكس وكمان اللينك بتاع الفيديو وبتاع اللي انا بقضي في يومي بالكامل تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتفرجوا على بقية الفيديو هيتسبها لكم في بلايلست اجيال تحلم ويوما بعد الاوطان وشباب يحملوا املا لبان الانسان شاوالا بروسيما شاو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة